يعني يمكن باعتبار أن أستاذ النقب يهاب منصور هو مقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بالتأكيد عايز أسأل إيه الجديد في مشروع القانون وإيه المختلف عن ما الذي يضيفه؟ ما الجديد؟ هو طبعاً يعني حضرتك بتتكلم عن أو إحنا بنتكلم النهاردة عن مشروع قانون في تصور يمس نص المصريين لأنه لما نقول 2.800.000 حد قدم طلب تصالح إحنا بنتكلم على أغلبهم عقارات لو عملنا إحصائية بسيطة نلاقي نفسنا بنتكلم على 40 أو 50 مليون مواطن تقريباً يشملهم هذا الأمر القانون الأديم أو القانونين الأدام 17 لسنة 2019 و1 لسنة 2020 الحقيقة لم ينجحوا بدليل نزيم حضرتك قلت 5% في المقدمة وما ما وصلوش حتى يمكن 4% أو 4% ده بيقول أنه القانونين لم ينجحوا في التطبيع على الأرض الواقع نحتاج نحط المشاكل اللي حصلت كانت إيه؟ علشان القانون الجديد لما يصدر علشان ينجح وما يجيبش نفس المجموعة بتاع 5% أو 4% نقدر به نعدي ونجيب مجموعة زي ما بيقوله وينجح ويعدي إحنا نفسنا يبقى 100% المشروع الجديد فيه زي ما حضرتك قلت بعض التسهيلات طبعاً أنا هبقى بتنقل ما بين مشروع قانون الحكومة ما بين مشروع القانون اللي مقدمه لأنه في بعض الاختلافات في المشروعين يعني من ضمن الأشياء اللي أنا موجودة في المشروع الحكومة وموجودة عندي بس أنا مديها تسهيلات أكتر من ضمن المشاكل الكبرى اللي قبلتنا إن عدد الملفات كتيرة جداً والناس اللي جاني الفنية مش لحقة تخلصها لأسباب كتيرة فأنا في مشروع القانون اقترحت إن المباني اللي يقلم 200 متر بأي ارتفاع سواء في مدن أو في كرة يتم التصالح عليها بدون المعاينات على أن يتم ومراجعتها لحقه مشروع الحكومة قال نفسي فكرة ما عادة لأمقلش المدن تطلع المدن بره وقال مش كل الكرة لا الكرة اللي أرضي وثلاثة فقط أنا شايف مثلاً الاقتراح بتاعي هيسهل كتير بنسبة كبيرة جداً على اللي جان إنها تخلص مبدئياً كده يعني في تصوري ما عنديش إحصائية دقيقة مش أقل من 60% نخلص من الترقومات اللي كانت موجودة في الـ 2.800.000 كنت طالب إضافة إنه إلزان بإصدار زي ما حدك قلت في المقدمة فيه طبقاً للتقارير 50% غير مخططة وعندنا تعدي على أراضي الزراعية المشكلة كمان فيه التصالح السابق إنه فيه كثير من المباني مش هتتصالح بسبب اشتراطات الحماية المدني وبسبب الجراشات فحطيت في مشروع قانون إنه يبقى فيه آليات الوضع ليحة جديدة لإشتراطات الحماية المدنية هي موجودة وجيدة جداً لكن تصلح للمباني الجديدة أما المباني القائمة اللي مر عليها سنوات يجب أن ننظر إليها نظرة أخرى لأن دي نسبة وأنا بقول من خلال تواصلي المستمر من خلال يعني كنت أشرف أني نسبتها قد إيه يا سيدنا الجراشات لا المباني الجديدة اللي بتكلم عنها ولا القديمة تتكلم عن القديمة ولا الجديدة أنا بقول حضرك الاشتراطات الموجودة تصلح الاشتراطات الحماية المدنية تصلح للمباني الجديدة الجديدة اللي لسه هينشأ نلزمه باشتراطات لأنها مهمة جداً لأمان المنشأ والناس لكن المبنى اللي قائم قديم لفيه مباني على سبيل المثال عرضها العمارة 7 متر و 8 متر إزاي هيعرف سلم الهروب مطافي إسعاف ما فيش إمكانية إذن إحنا بنقول ده مبنى قائم ويصعب أو يستحيل إزالته إذن نتصالح عليه كما هو ونحط خط كده على ما فات من مخالفات ونقفلها ونبتدي مرحلة جديدة لأنها سبقاءة